تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتفت القوات الجوية طلعاتها اليومية بتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي العشرات الأطنان من المساعدات الغدائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع وتنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأضمان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة موسيقى موسيقى وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي موسيقى موسيقى فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفحة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق موسيقى موسيقى موسيقى